أهلا وسهلا بكم أعزائي ومشاهدين في حلقة جيدة من برنامج اصنع نجاحك بنفسك واليوم نحن نتناول حلقة الثانية عشر موضوع مهم جدا وهو التحسين المستمر والبسيط طبعا من منا لا يرغى في تحسين نفسه من منا لا يرغى في تحسين حياته من منا لا يرغى في تحسين عمله والبزنس الخاص به أسرته نفسه مهامه دائما إخواني الفاضل الكل يسعى نحو تحسين نفسه ولو بشكل بسيط عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل تابعنا في حلقة هذا اليوم بعد هذا الفاصل لكن بحب أذكرك ما تستشترك في قناتي وتعمل إعجاب على هذا الفيديو وانتظرني بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بكم جدا إخواني ألا فاضل وبحب أذكرك أخي فاضل أنه أنت تشترك في هذه القناة لأنه للأسف كثير يعني بشاهدونه ما بشركه في هذه القناة وخلينا أتناول موضوع القانون العام للتحسين اللي هو مقدار واحد بالمية أو نسبة واحد بالمية إخواني الأفاضل إحنا اليوم لازم نحاول أنه نرغم أنفسنا على التحسين ما بينفع أنه هذا عملية أوبشنل أو عملية اختيارية لأنه إخواني الأفاضل اليوم المنافسة شرسة ومحتدة في هذا السوق يعني لو أنت طرقت أي مجال إخواني الأفاضل هتجد في منافسة شديدة وإذا أنت اليوم محسنتش واشتغلتش على نفسك وطورت مهاراتك وارتقيت بذاتك للأسف أنت يعني حترجى وحتظلك مكانك سير أخي الفاضل عشان ما هيك بنقول لك يعني أنا اليوم جملك هدية رائعة أنه واحد بالمية تحسن من كل شيء في حياتك أو من كل مجال في حياتك أخي الفاضل في علاقاتك في دراستك في أدائك في مهامك في وظيفتك في البزنس الخاص بك في أسرتك في أي مجال في أي شيء أنت أخي الفاضل بتمارسه حط مصب عينك أنه أنت يوميا تحسن واحد بالمية أخي الفاضل وأنا ضربت يعني أروع مثال وأبسط مثال على عملية التنفس اللي أنت بتاخذ الأكسجين لمن لرائتينك وخليني يا إخواني الفاضل أمثلك يعني عملية بسيطة كيف أنه أنا أحسن من عملية التنفس الخاصة بي وعندما أتناول الأكسجين لهذه الرائتين أخي الفاضل أبسط مثال عملية التنفس لو أنت مثلا يعني حسنت عملية التنفسك شوف إيش اللي حيرود عليك أنه أنت بتحسن الحالة المزاجية والنفسية والعقلية والصحية فقط أنه أنت تحسن يعني واحد بالمية مارس عملية التنفس فقط يعني لمدة دقيقة أو دقيقة أو نصف في يومك إخواني الفاضل هيك أنت بتحسن عملية التنفس بنسبة واحد بالمية شوفوا أبسط مثال هو أنه إيش تحسن في عملية التنفس ممكن أنت تأخذ أكسجين عميق طبعا انت لازم تحبس الأكسجين أخي الفاضل يعني مدة نص دقيقة أو دقيقة على حسب القدرة وبعد هيك تطلع هذا السفير شوف انت كيف حسنت في عملية التنفس حتحس رأتينك تحسنت حالتك المزاجية والنفسية تحسنت الحالة الصحية على المدى الزمن طويل حتحسن باذن الله تعالى يعني هذه بس عملية التنفس شيء بسيط يعني لم يكلفك أخي الفاضل حاول انه انت تبدأ بعملية التحسين في الأنشطة اللي هي ما بتكلف شيء أخي الفاضل يعني ممكن واحد يقولي طب الدقرة لازم اشترك كتاب مثلا يعني ب20 دولار أو ب10 دولار لا أخي الفاضل ابدأ اليوم بالأكتيفيتز أو بالأنشطة بس اللي انت يعني ما بتحتاج منك جهد كبير أو انك تنفق مال من أجل التحسين يعني ابدأ بها أخي الفاضل وحاول تحسن هذا الشيء يعني يوميا تدريجيا وبشكل مستمر حتلاقي انه آثار رائعة يعني بشكل كبير وتحسنت حياتك بالشكل العام ولان خلينا تنمع معك معادلة التحسين المستمر اخي الفاضل هنا يعني شوف حدد المجال أو الهدف أو التاسك أو الأداء أو أي شيء اللي انت بدك تحسن فيه بتحدده اخي الفاضل بتعمل على خطة بسيطة يعني ما دي برقة ولا ملأ يعني مثلا انه ممكن تقول انا كيف بدي انا مثلا اصح مبكرا خلينا اضبط المنبه مثلا يوميا على الساعة الخامسة فقط اضبط المنبه على الساعة الخامسة صباحا فقط اخي الفاضل يعني انت هيك حددت يعني هدفك او شيء اللي انت بدك تحسن فيه اخي الفاضل هيك انا مثلا عملية او تاسك اني انا اضبط المنبه او اضبط المنبه على الساعة الخامسة صباحا بعد هيك اخي الفاضل انه انت تلتزم انه انت تصح على الخامسة صباحا طب هتقول لي انا ما اصحت على الخمسة اصحت على الستة اوكي يعني حاول دايما خليك مش مش مشكلة ستة ونص سبعة اخي الفاضل يعني خلينا نقول لك خطوة خطوة تحسين بإذن الله إذن قانون التحسين أحدد الشيء اللي أنا بدي أحسن فيه بعد ذلك حدد المجالات أنت أخي الفاضل يعني مثلا في السنة أو في الشهر أو مثلا في ستة أشهر شو بدك تحسن طريقة التفكير مثلا تحسين الحالة الصحية أني أحسن تنفسي أحسن الأداء أحسن مثلا أحسن أي شيء أخي الفاضل أنت حابت تحسن فيه يعني ببساطة حدد المجالات حاجة للأشياء أنت تبدأ تحسن فيها واكتب عليها أنه 1% 1% مثلا أني أنا أقرأ في اليوم بس 5 دقائق ابدأ ب5 دقائق أنه أنت هذه 1% تحسن فيها أنه أنت تقرأ يوميا أخي الفاضل مثلا انتزم من 5 لل5.5 أو من 5 إلى 5.4 أنه أنت تقرأ مثلا 1% فقط أخي الفاضل 1% ما تكثر يعني أكثر من ذلك ابدأ ب1% في العادات في اليومية في المجالات المختلفة في التسكات في المجالات في البزنس في الشغل في الوظيفة وهكذا بعد هيك إيش سيشير معنا سيكون نتائج صغيرة هذه النتائج الصغيرة أخي الفاضل لو أنت جمعت هذه النتائج اللي هي 1% هتلاقي معك في مين تحسين ضخم وهائل مثلا في نهاية الشهر في نهاية السنة هينتج عنه تحسين في الأداء يعني بشكل عام سواء ممكن الأداء المالي الأداء الوظيفي أداء البزنس وهكذا هتلاقي أنت شغلات رائعة تحقق ونتجت عن هذا التحسين البسيط اللي احنا بدينا فيه 1% هتلاقي في الآخر أخي الفاضل فيه تأثير متراكم أو يسميه تأثير الدمونز أنه أنت صار عندك أثر ونتيجة ضخمة هائلة من التحسين هذا هتغير في حياتك أخي الفاضل وبنصحك أخي الفاضل وأنصح نفسي أيضا أنه أنت ما تنتظر الوقت المناسب أو الحدث المناسب أو تتحسن الظروف الاقتصادية الظروف السياسية أنت تتحسن يصير معاك فلوس لما تأخذ دبلوما لما تأخذ ماجستير لما تأخذ الدكتوراه لما مثلا أنه أمور العمل تتحسن لا أخي الفاضل ابدأ من حيث أنت الآن ابدأ من موضعك أخي الفاضل ابدأ يعني أنت شو أنت اليوم عليه ابدأ من حيث أنت وابدأ حسن أخي الفاضل صدقني بعد سنة و سنتين ثلاثة حتيجي تشكرني بعد مشاهدة هذا الفيديو لكن أنا بحكي لك اعزم وتوكل على الله وابدأ الآن من حيث أنت أخي الفاضل وللأسف أخواني الأفاضل والله كثير أنا يعني بشوف ناس وبشاهدوا فيديوهات وبشاهدوا دورات وبرامج وللأسف ما بتغير عليهم شيء ولا بتأثروا شيء للأسف أنا بحكي لك أنت الآن شاهدت هذا الفيديو حاول أنه أنت تغير أخي الفاضل يعني أنه تستفيد من هذا الفيديو ولو بمعلومة بسيطة بفكرة بسيطة والله هات تساهم بشكل كبير في تغيير في الحياة وفي مجرحتك أخي الفاضل كثير والله أنا بشوف فيديوهات هذه أخذت منها أفكار والله يا أخي غيرت في مجرحاتي بشكل كبير 180 درجة في بعض الأشياء وفي بعض العادات يعني أنت ما تستهين بالفيديو أو بالفكرة أو بالمعلومة أو بالخطوة اللي أنت بتحصل عليها من فلان أو من علان أو من غير أخي الفاضل حاول تستفيد منها قدر الإمكان لأنه والله هتعود عليك بالنفع مش علي يا أخي الفاضل عشان هيك بنقول لك أنه استمر للنصيحة هذه نصيحة مجانية من أخ إلى أخو أخي الفاضل لأن ننشر القيمة والمعرفة فعشان هيك أنا بقول لك يعني اعمل معاي يعني معروف ودعم أنه أنت تعمل عجاب لهذا الفيديو وتشارك هذا الفيديو وتشترك في قناتي الآن لأنه للأسف نسبة المشاهدين الغير مشتركين كبيرة جدا عندي في القناة للأسف يعني 70% تقريبا يا جماعة من اللي بيشاهدوا هذا المحتوى غير مشتركين في القناة للأسف فأنا يعني بطلب منكم رجاء تشتركوا في هذه القناة ويتعبوا هذه الفيديوهات وتشجدونا وتدعمونا ورمضانكم كريم بشوفكم في حلقة الغد بإذن الله لا تفوتها أخي الفاضل دائما نحن بنزل هذه الحلقات في موعد محدد إن شاء الله نلقاكم على خير وكل عام وأنتم بخير طبعا وبشوفكم في حلقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته